لا نستخدم العقار. ليس فقط أن أستخدمه كسكن. ليس فقط أن أستخدمه كشيء صحيح. أستخدمه لأنه يكون أفضل وسيلة استثمار للشخص الذي يشتري من عندنا. بمعنى كيف؟ سوف أصف لك شيء بسيط. نحن في مدينة الجلالة عرض مميز لعملائنا. وطرحين أيضا ليس فقط عاملنا. هذا العرض يبقى كأنك بالضبط تدخل شريك معنا. أنت تدفع مؤدم. وليس أريد من حضرتك أي شيء تاني إلا بعد ما تستلم. يعني أنا لو أريد أن أخذ مكان في الجلال عند حضرتك. أدفع المؤدم. وبعد ذلك عندما أستلم. هذا نظام من ضمن الأنظمة. تدفع مؤدم بس. وليس أدفع أي شيء خالص. مؤدم هذا تبقى نسبته أدئي من سعر الوحدة. الحاجات الاستثمارية تبقى حوالي تبتدي من 30 إلى 35%. بس لا أدفع أي شيء تاني إلا بعد ما أستلم. من سنتين ونص إلى ثلاث سنين. هذا الاستلام. هتدي أدفع أقصد. بس النهاردة. لما دفعت هذا المؤدم. استفدت مؤدم كبير. هناك ناس تانية عاملة 10% أو 15% أو 20%. لماذا أدفع 30 أو 35%؟ أنا أضمن لك عائد كأنك داخل معي شريك. في فترة الاستلام. تأخذ حوالي 12% على الفلوس التي دفعتها في فترة الاستلام. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي مثلا سعر الوحدة مليون جنيه. فأنت أخذت مني 350 ألف. في الظبط. أنا دلوقتي هأخذ عائد إزاي لما أدفع. هتأخذ عائد من 12% لحد 16%. يعني حوالي 40% من الفلوس التي دفعتها. هرجع حالك على اللغة لما تستلم. يعني كأني حاطت فلوسي في البنك. ما خسرت شراميتهم مثلا. أو أكثر. فأنت أخذت فايدة. الموضوع ليس فايدة. الموضوع أن أخذت حاجة قومتها بتغلق. بتعلم. صحيح. بالضبط. حوكمت وبتغلق. ليس فقط كده. أنا جيت عند الاستلام. قدامي كذا حاجة. ليس عارش أطاع الاست. أنا كنت أداخل استثمار. أنا هأجرها لك. أنا أضمن لك هذا. أنا جاب شركة عالمية. هأجرها لك. وأطلع لك عائد تدفع منه الاست. أنا أريد أن أبيع. أنا أبيع حالك. وهجب لك أحسن عائد في البيع. وهبع حالك تكسب فيها. أنا لا أريد أن أكمل. أيضا. لا أريد أن أكمل. أنت استفدت أن أخذت عائد. وأرد لك فلوسك. أنا أريد أن أكمل. أيضا. نعملنا في هذا المشروع أكثر من خطة. أن أضمن لك أنك كذبت. وبالضمنات. وبالضمنات. بالضمنات عشان العميل. العائد يأخذ شكات البنكية. أخذ شكات البنكية التي يصرفها كل سنة أو كل ستة شهور. وهو العائد داخل معي. هو يربح من أن أنا أخذ المؤادة وبابني به.